الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولية وهو مطلب تقدمت به بلدان القارة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قالت إن المقاعد المنتخبة في المجلس والتي لا تتعدى عشرة مقاعد لا تسمح للبلدان الإفريقية باستغلال معرفتها وصوتها في عمل المجلس لكن واشنطن لا تريد أن يكون للمقاعدين الإفريقيين حق النقد كما هو الأمر بالنسبة للأعضاء الخمسة دائمية العضوية وتعتبر كما أوضحت سفيرة أن توسيع حق النقد من شأنه أن يجعل المجلس أكثر اختلالا هل تقبل الدول الإفريقية بما تريد واشنطن فرده وهو منحها مقاعد دائمة لكن دون حق النقد معنا أحمد عبدالدايم أستاذ الطريق بكلية الدراسات الإفريقية في جامعات القاهرة تحدث ليوسف النعماني حصول إفريقيا على مقاعدين في مجلس الأمن ده موضوع طويل للغاية وموضوع شائق كانت تتقدم به الدول الإفريقية يعني طيلة السنوات الماضية ودايما ما قبل المؤتمر السنة والأمم المتحدة يصار هذا الحديث الجديد يعني هذا العام أن الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم حصول إفريقيا على مقاعدين في مجلس الأمن لكن أعتقد أن يكون هذه العضوية مرتبطة بعدم حصول هذه الدول اللي ممكن كلها مقاعد في مجلس الأمن دون أن يكون لها حق النقد الفيتو طبعا دي مسألة صعبة للغاية ولن تقبل بها الدول الإفريقية لأن هي ليس هناك جديد وبالتالي أنت حصرت موضوع حق النقد الفيتو في الدول الخامس فقط أعتقد أن هذه الدول لا تطالب أن يكون عبارة عن متفرج فقط والأمر كمان ده حيشهد فيما بعد لابد أن تغير من مساق الأمم المتحدة والكلام ده يكون يتطلب موافقة الدول الخامس اللي هي صاحبة حق النقد الفيتو وبالتالي هيصار كلام كثير وأعتقد أنه لن يتحقق في المستقبل القريب